اهلا بكم ادانة ايطاليا هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ التجارية في اليمن وانعكاساتها السلبية على وضع الانسانية المتدهورة وقالت وزارة الخارجية الايطالية في تغريدة على توتر ان الوزير انتونو تاجاني عبر عن قلق بلاده زي استمرار هجمات الحوثي على الموانئ في اليمن وما قد تجلبه من معاناة للمدنين واكد دعم بلاده للجهود التي تقودها الامم المتحدة من اجل التوصل لحل تفاوضي للصراع الذي طال امده في البلاد من جهته قال وزير الخارجي احمد عوض بن مبارك ان استهداف المنشآت وناقلات النقطة في اليمن يتم بواسيطة طائرات مسائرات ايرانية جاء ذلك خلال لقاه المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن روبرت مالي على هامش مؤتمر حوار المتوسط في دورته الثامنة وفق وكالة سبا وذكرت الوكالة ان بن مبارك بحث مع المسؤول الامريكي دورة طهران في اليمن حيث اشار الى دعمها لميليشيا الحوثي واستمرار تدفق السلاح الايراني لها خاصة الطائرات المسيرة ميدانيا اعلنت ميليشيا الحوثي مقتلى اربعة من عناصرها بينهم ثلاثة ينتحلون الرتب ضباط في معارك مع القوات الحكومية وذكرت الميليشيا في الوكالة التابعة لها انها شيعت في صنعاء جثامين اربعة من مقاتليها سقطوا وهم يؤدون واجبهم في المعركة حد قولها في اشارة الى المواجهات مع قوات الجيش والمقاومة ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل حول الظروف واماكن وزمن مقتل العناصر الحوثية من جهتها اعلن الجيش الوطني مقتلى واصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في عملية غراء على موقع الجماعة غربي مدينة تعز وذكر بيانه النشر والمركز الاعلامي لمحور تعز العسكري ان وحدة خاصة من الجيش تمكنت من اختراق موقع الحوثيين في قطاع الضباب وقتلت وجرحت عدد من المسلحين اصيب طفل بجروح متفرقة في انفجار لغام منسوب لميليشيا الحوثي في مديرة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة وقال مرصد اليمين الالغام ان لغما مضادا للعربات انفجر بالية حفر في منطقة موشح ما ادى الى وقوع اضرار كبيرة واصابة الطفل في السادس عشر من العمر كان متواجدا في ذات المكان في امان الله اشتركوا في القناة